بحسب مصادرنا في نادي مودرن فوتشر فمودرن فوتشر او مصادرنا في مودرن فوتشر اكدوا بشكل قاطع ان فيه رغبة جادة جدا من جانب غنام محمد لاعب وسط الفريق في الرحيل عن نادي مودرن فوتشر محمد غنام بلغ بشكل مباشر وبشكل عفوا غنام محمد انا اسف غنام محمد وعرفاك هلعب ممتاز جدا في وسط المرعب وكان مع المنتخب الأوليمبي ومنتخب الشاب بيقدي موباليات كبيرة جدا غنام عايز يمشي عشان عنده عروض مميزة هو شايف انه لازم ياخد خطوة هو عقده مع مودرن فوتشر لحد الفين سبعة وعشرين عنده عرضين عرض اول من سيراميكا كليوباترا عرضين رسميين عرض اول من سيراميكا كليوباترا وعرض اخر من النادي المصري وبحسب مصدر مكرم من اللعب انا نادي الزمالك ايضا تحدث معه ولكن نادي الزمالك يعلق هذا الامر او بيعلق ضمه في الانتقالات الشتوية لحين رفع اقاف القيد وارسال عرض رسمي لنادي مودرن فوتشر يعني غنام محمد رسميا عنده من سيراميكا كليوباترا ومن النادي المصري وهي لسه شوية شوية الزمالك ما دخلش بشكل رسمي في صفقة غنام محمد وان كان يراقب اللاعب وعايز يضم اللاعب في يناير ده فيما يخص اخبار نادي الزمالك